بسم الله الرحمن الرحيم نلتقي الآن مع المحاضرة الثانية في مصاق الاقتصاد وهي بعنوان الانتاج وتجتمل على الفصل الثاني تعريف الانتاج باختصار انه اي شيء او اي اضافة يتم اضافتها على السلعة بطريقة مباشرة او غير مباشرة تعتبر انتاجا اي اضافة او استخدام للسلعة سواء بطريقة مباشرة او غير مباشرة تعتبر انتاجا يعني لو ضفت منفعة او اضافة شكلية على السلعة يعني مثلا غيرت من شكل المادة او من شكل السلعة تعتبر انتاج يعني لو جيبت الخشب من الشجر وعملته على شكل اثاث يعتبر انتاج لو جيبت البلاستيك من الارض وعملته على شكل كورة تعتبر انتاج كمان في شكل تاني من اشكال الانتاج اللي هي اضافة منفع مكانية يعني مثلا لو نقلت تم نقل الرمال من البحر الى مكان البناء يعتبر انتاج لو نقلت السمك من البحر الى البر يعتبر انتاج ايضا كمان شكل من اشكال الانتاج عملية التخزين ان لو خزانت لوكسوجين مثلا لو خزانت لوكسوجين في استوانات لاستخدامه في العملية او استخدامه في قاع البحر مثلا للغواصين يعتبر ايضا انتاجا ايضا الخدمات اللي بتقوم بها المنشآت الوسيطة التي تسهل عملية نقل السلعة التملكية تعتبر انتاجا يعني مثلا ملكني شجته بعهالي اشتريتها تعتبر انتاجا عند انتقال الملكيلي ايضا اصحاب المواهب الفكرية عندهم انتاجا ايضا عندهم انتاجا بعد كده دالة الانتاج دالة الانتاج دالة يا جماعة يعني علاقة كلمة دالة يعني علاقة عارف كلمة دالة بتخافوا منها بتفكروها رياضيات دالة يعني علاقة طب علاقة مين بمين دالة الانتاج اه اه توضح اه علاقة الانتاج الانتاج او توضح العلاقة الطردية بين كمية الانتاج وعناصره كيف يعني ايش 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 كمية الانتاج وعناصره الان يا جماعة عناصر الانتاج الارض والعمل ورأس المال والتنظيم اذا زادت بزيد الانتاج انا عندي مصنع زادت الارض كبرت العمل زاد من العمال رأس المال زاد والتنظيم زاد اه هتلاحظوا انه الانتاج بزيد ففيه علاقة طردية يعني اذا زادت كمية الانتاج عفوا عناصر الانتاج تزداد كمية الانتاج في عندي ايضا في اسفل صفحة 16 دالت او دوال الانتاج في نمرة واحد دالت المعاملات الفنية الثابتة وهنا يكون عنصر ثابت في العملية الانتاجية وتكون في الفترة القصيرة ويستطيع المنتج في هذه الفترة التغيير في حجم الانتاج بنسب بسيطة ولا يستطيع التأثير في حجم المشروع في دالت المعاملات الفنية المتغيرة هنا تكون جميع عناصر الانتاج متغيرة وتكون في الفترة الطويلة تتم في الفترة الطويلة للانتاج ويستطيع المنتج في هذه الفترة التغيير في حجم الانتاج وحجم المشروع على اساس ان جميع عناصر الانتاج متغيرة الآن نتجي إلى عناصر الإنتاج عناصر الإنتاج أربع أرض عمر رأسمال تنظيم أرض عمر رأسمال تنظيم نجي نمرة واحد الأرض اللي هي الموارد الطبيعية الأرض اللي هي الموارد الطبيعية الأرض وتشتمل الأرض كأنصر من عناصر الإنتاج على ما في باطن الأرض وما على سطحها وما في غلافها الجوي يعني الارض هي ما في باطن الارض من معادن من غيره من غيره وما على سطح الارض من بحار وامهار وما في غلاف الارض والان انا يعني في العملية الانتاجية ما الشرط واحد يكون عنده ارض وعمل رأسماء التنظيم انا ممكن ادخل بالارض والعائد على الارض بنسميه ريع العائد على عنصر الارض يسمى ريع نمرة اتنين من عناصر الانتاج العمل ولو اجينا عرفنا العمل هو الجهد او النشاط الذي يهدف النشاط العضلي او الذهني النشاط العضلي او الذهني الذي نستطيع ان نستخدمه لانتاج سلعة او خدمة نشاط عضلي او ذهني نستطيع ان نستخدمه لانتاج سلعة او خدمة بعد ذلك يعني نأتي الى تقسيم العمل تقسيم العمل ممكن ان نقسم العمل على اكثر من شكل او ممكن ان نقسمه عمل جسدي وعمل عقلي العمل الجسدي ان نقوم او يحتاج الى جهد عضلي للقيام بالعملية الانتاجية اما العمل العقلي نستخدم المجهود الذهني للقيام او المشاركة في العملية الانتاجية ممكن ان يقسم الى عمل بسيط ايضا نمر اثنين وعمل فني العمل البسيط هو اي عمل يعني شيء بسيط ممكن ان نقوم به دون تعقيدات اما العمل الفني يعتمد على خبرة وكفاءة للقيام به للمشاركة في العملية الانتاجية ايضا نمر ثلاثة تقسيم العمل المهني المتخصص حسب التخصصات ممكن ان نقسم الاعمال الى مزارعين الى تجار الى مدرسين الى طباء الى محاميين وهكذا بتقسم كل العمال نمر اربع تقسيم العمل بين المنشآت تقسيم العمل بين المنشآت والان في بعض السلع يا جماعة لما نقوم بتصنيعها قد تحتوي في داخلها الى اكثر من سلعة يعني مثلا سلعة السيارة تحتاج لتصنيع السيارة الى تصنيع اكثر من سلعة لتجميعها وتصبح سيارة يعني ممكن ان تصنع اطارات لوحدها وتصنع مسجلات لوحدها وموتير لوحدها وكراسي لوحدها وهكذا وزجاج لوحدها وتقوم بتجميع هذه السلع للقيام بتصنيع سلعة واحدة نمر خمسة تقسيم العمل الفني وهنا تقسيم العمل الفني يعني يتحدث بان هناك بعض السلع تقوم بعدة مراحل انت كمنتج لانتاج هذه المراحل وتصبح هناك في النهاية سلعة مثلا عملية البناء يعني في اكثر من مرحلة اقوم بها للوصول الى المبنى الكامل مثلا بناء بعد كده بيجي مهنة القصارة مهنة الادهان وهكذا او حتى لما ناجي اصنع ملابس مهنة الجماش قص الجماش بعد كده مرحلة التجييف مرحلة القص ومرحلة التفصيل ومرحلة الكوي ومرحلة التعليق ومرحلة البيع وهكذا بعد ذلك تقسيم العمل الدولي وهناك دمرة ستة طبعا تقسيم العمل الدولي هناك دول مختصة بصناعات معينة مثل هناك دول مختصة بالعطور ودول مشهورة في صناعة مثلا الملابس ودول مشهورة في صناعة الساعات دول مشهورة في صناعة السكر دول مشهورة في صناعة القمع وهكذا الآن التخصص جميل ولكن له سلبيات وله إيجابيات يعني لما يكون كل شيء متخصص له سلبيات وله إيجابيات ولكن نحن مع الإيجابيات دوما أثار تقسيم العمل له أثار إيجابية تقسيم العمل أنه عندما ينقسم العمل بين التخصصات كل واحد يعمل في مجاله فيزداد الإنتاج وتزداد المهارة للعمال وهكذا وطبعا سرعة الإنتاج كمان بتزيد وهكذا اللي هي مزايا التخصص لكن هناك في عيوب للتخصص أيضا الآثار السلبية للتقسيم العمل الآثار السلبية للتقسيم العمل زي ما هو كتبها يعني يصبح روتين وملل للعامل عند أداءه للعمل لأنه يكرر العمل على أكثر من مر العائد على عنصر العمل يعني أنا لما أشتغل إيش بأخذ في النهاية بأخذ أجر أو راتب تمام بأخذ أجر أو راتب يعني الأجانب قالوا يعني ممكن يسمى أجر كله أجر اللي بيأخذ راتب شهري واللي بيأخذ راتب يومي لكن في بعض المدارس الاقتصادية بتقول اللي بيأخذ راتب بشكل دوري مثلا أسبوع أسبوع أو شهري يسمى راتب ولكن اللي بيأخذ بشكل يومي أو كده يسمى مثلا بشكل مثلا يومي أو يومين أو كده أو ساعة يسمى أجر بعد ذلك عنصر رأس المال وتعريف رأس المال هو عبارة عن المال الناتج عن عملية إنتاجية سابقة ونقوم بتقسيم رأس المال إلى أكثر من شكل في رأس المال الثابت ورأس المال المتداول رأس المال الثابت اللي هو يستخدم في العملية الإنتاجية لأكثر من مرة مثل المبنى أما رأس المال المتداول هو الذي يستخدم في العملية الإنتاجية لمرة واحدة مثل المواد الخام أو الوقود حتى المتداول اسمه الدوار لأنه بدوار كل مرحلة إنتاج دوار بجيب غيره نمرة اتنين تقسيم رأس المال إلى عيني ونقدي أو قيمي رأس المال العيني يعني يرى بالعين المجردة مثل الأدوات والمعدات والآلات رأس المال النقدي مثل القوة النقدية يعني أموال سيولة شكات هكذا نمرة ثلاثة رأس المال الاجتماعي ورأس المال الخاص رأس المال الاجتماعي تدير الدولة ويكون ملكا للجميع والجميع يستخدم فيه بقدر ما يحتاج الطرق رأس المال اجتماعي المتزهات العامة رأس المال اجتماعي ملكا للدولة ويعني ليس هدفه الربح بينما رأس المال الخاص هو ملكا للأشخاص أو المؤسسات الخاصة ويكون الهدف منه الربح رأس المال الوطني ورأس المال الاجنبي رأس المال الوطني تعود ملكيته لأفراد المجتمع الذين يحملون الجنسية ويكونون داخل الدولة أو خارجها يعني رأس المال الوطني الفلسطيني هو رأس المال لكل الفلسطيني اللي بيشتغلوا هنا في فلسطين أو بيشتغلوا برا أما رأس المال الأجنبي هو عبارة عن ملكية الأفراد أو المؤسسات اللي بتعمل داخل الدولة وتعود ملكيتها للأجانب يعني رأس المال الأجنبي في فلسطين هو لجميع الأفراد أو الشركات الأجنبية اللي بتعمل في فلسطين الآن كيفية تكوير رأس المال؟ أو ما هو العائد على رأس المال؟ قلنا في الأرض ريع والعائد للعمل أجر أو راتب طب لرأس المال بيكون على شكلين نيجي نشرحها في البداية كده الآن لتكوير رأس المال في البداية يكون عندي دخل والدخل ينقسم إلى قسمين استهلاك والدخار الاستهلاك بروع السلع والخدمات بيضل الدخار الآن للدخار قدامي خيارين إما أحطه في بنك أو أحطه في مشروع والله للدخار لو حطيته في بنك باخد بسميه الدخار نقدي وبيعطيني معدل فائدة والدخار إذا حطيته في مشروع بيسمى الدخار حقيقي وبيعطيني كفاءة حدية لرأس المال إذن العائد على عنصر رأس المال يسمى معدل فائدة إذا كان الدخار نقدي ويسمى كفاءة حدية إذا كان الدخار حقيقي بعد ذلك العنصر الرابع من عناصر الإنتاج التنظيم الآن حكينا الأرض العمل رأس المال أنا بملك أرض وعمل رأس المال بس ما انتجتش الثلاث الحالهم يعني لا يستطيع أن ينتجوا لوحدهم يجب أن يكون هناك تنظيم التنظيم هو مزج هذه العناصر الثلاث إذن التنظيم هي عملية مزج لعناصر الإنتاج الثلاث أرض عمل رأس مال المنظم هو الشخص الذي يقوم بعملية مزج عناصر الإنتاج الثلاث الأرض والعمل ورأس المال والعائد على عنصر التنظيم يسمى ربح وإلى اللقاء في محاضرة قادمة إن شاء الله